وانا قعدة بجهز عرفت ان الدكتور محمد جي من صوته هل ده برضو ده كان صوت حضرتك ولا ده جي مثلا من التمرين برضو ان انا عافة ان انتو زمان كنتو بتاهتموا ان يكون الدحكة مختلفة ان يكون التون الصوت مختلف لا ده طبعا صوت ده سؤال جميل جدا جدا الفنان اللي مادته في التعبير صوت لابد يهتمل صوته باي حل بالاحوال حتى بدون قيادة انه يغني يعني انا صوتي وصل الى الغنى دي وصل الى من خلال مازيكة بغني حتى ولو بغني غلط ولكن ده بيعود الى الاحبال الصوتية بيجلي الاحبال الصوتية كويسة جدا 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 وانا بنصح ترميزي في المقهد بقضية انه يغني دايما انه يغني لمرة ان صوته انه يغني اه اه يعني كلهم يتفرجوا علينا عايزين يخشوا المجال الفني انه يبتدوا انهم يركزوا على صوت بيشتغل صلبيش بيشتغل مواد موسيقية مقرارة عليه فهو بينه وبين نفسه لازم يدندن دايما ده شيء جميل وخاصة اذا اشترك فيه كرال بهذا الشكل ده مهم جدا جدا للممثل انه جزء من الممثل واداءه تعبيره الصوتية ويكون صوته مختلف يعني حضرتك صوتك كمان يعني فيه بحة كده وفيه رنة مختلفة ديوراس بقى ديوراس ماما با ولا ماما والدي بالذات ولذلك كان زي ما قلت لحضراتك او كان يرتل القرآن تغتيلا ولا انسى ان انا عيشته ودهشت طبعا مؤخرا انه توفى انا عندي تسعة سنين يعني اللي انا فاكره ده من زاكره التسع سنوات المولى زاكره التسع سنوات انه يجلس وحوله الجيران وهو يرتل القرآن بصوت جميل وهو 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 ده شيء لا انسى انا لا انسى هذا الفضل علي منه دوت بس حتى كنت طفله صغير ان انت تبقى فاكر ده غير تسع سنين يبقى هو كان شخصيته مميزة جدا فاكره جدا ومشوا بعصاته وطرن بوشه انه ده فاكره ده خمسين